متى صارت حكمة اليونانيين جهالة إلا حينما أظهر حكمة الله الحقيقي نفسه على الأرض ففي القديم ظل العالم كله منقادا في كل مكان لعبادة الأوسان وكان البشر يعتقدون أن الأوسان وحدها هي الآلهة أما الآن فإننا نجد البشر في كل مكان يجهرون خرافة الأوسان ويأتون للمسيح وإذ يعبدونه إلها لهم فإنهم بواسطته يعرفون الآب أيضا الذي كانوا يجهلونه البساطة اللي بتكلم بيها البابا أساناسوس سيدنا عن إزاي الناس عرفوا المسيح أو إزاي سيد المسيح بنوره قدر يتغلب حتى على اللي فشلت فيه الفلسفة بص هنا بيقول متى صارت حكمة اليونانيين جهالة طبعا دي قالها بولوس رسول فكرانسوس الأولى أن حكمة الناس دي جهالة عند الله إمتى بان إن هي جهالة لما جيه الحكمة الحقيقة اللي هو المسيح أنا بشبهها زي تخيال إن فيه بلد يمارس الطب فيها الحلقين والدايات والعطارين كانوا كي زي ما عندنا في مصر الحلاء والداية والعطار العطار بيركب أدوية فالناس مؤمنة بالقدرة بتاعة الناس دي على إن هي بتشفيه يركب له دواء وبياخده وصحيح بيموت لكن هو برضو ده فيه الشفة يعني فلما ييجي بقى ينزل في البلد دي دكتور أستاذ في الجامعة ومش بس أستاذ ده هو كمان ماهر جدا في طبه وزكي جدا في إنه يعرف يشخص المرض وعنده الأدوية الحقيقية والناس تبتدي تخف هتلاقي بقى الصيط بتاع الحلاء والداية والعطار يبتدي يقل أمتى يقل لما جهة الدكتور الحقيقي كشف جهال الدكتور كشف أن دي حاجات كلها خرافات فإحنا لما نيجي نقول حكمة اليونانيين لأن اليوناني كانت مشتهرة جدا بالفلسفة والحكمة وأسميهم زائعة لغاية أن هذا فلاطون وأرستو وغيره الحكمة دي صارت جهالة بالمقارنة بحكمة المسيح حكمة المسيح خلي بالكم اللي ما كانش يستخدم فيها ألفاظ طنانة يعني الألفاظ اللي تخلي الواحد يقعد يتره ويقول إيه لغاية النهاردة في بعض المعلمين الكنسيين يحب أنه يبهر اللي قدامه بالكلام الفخر والألفاظ اللي أول مرة نسمعها ويحط في الوسط كلمات إنجليزي وكلمات يوناني وشعرف إيه فالقاعد يحس أن المتكلم ده متعلم جوي جوي حاجة كبيرة بقى وحقيقة كان وعزة رائعة جدا طب أنت فهمت إيه هو أصلا أنا أفهمي على قدي بس هو كان بيكلم كلام كبير جوي نسأل بقية الناس يقول لك آه كلام كبير لكن ما فهمناك هو كلام حلو شكل وبان إنه حلو كلام حلو المسيح ما كانش يستخدم ده كلماته بسيطة جدا لكنها غيرت ثقافة العالم طبعا والأمثال كمان اللي كانت كلمة الأمثال والمعزع الجبل وكل التعليم بتاع المسيح في بسطته لكنه فلسفة حقيقي فطلع بقى أن كلام الفلسفة اليونانية ولا حاجة بالنسبة للفلسفة بتاعت المسيح اللي هي الحكمة الحقيقي فبيقول متى صارت حكمة اليونانين جهالة إلا لما جه حكمة الله الحقيقي زمان قبل المسيح ضل العالم كله ماشي في وراء عبادة الأوسان ويعتقدوا أن الأوسان واحدها هي الأله ودي كانت دخلة من ضمن الفلسفات الوسانية أنه يبقى في عبادة أوسان وهو بيقول دي حكمة حكمة إيدي أما الآن فإننا نجد البشر في كل مكان يهجرون خرافة الأوسان يسيبوها ويجوا للمسيح ومن خلاله لما بيعبدوه كإله حقيقي يعرفه الآب أيضا الذي كان يجهلونه والحتادي معلمنا أثاناسيوس بيركز عليها وقالناها كتير إن الله خلقنا عشان نعرفه ومن خلال معرفتنا ليه نسعد بأنه أبونا فجي الشيطان توهنا عن ربنا فبدأ الناس يعبدوا إليها غريبة الشيطان عنده استعداد الناس تعبد مش مهم الإلحاد تعبد بس حد غير ربنا وعشان كده كان عبادة الأوسان منتشرة في كل الدنيا جه المسيح اللي هم لا 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 كل ده آلهة بطالة تعال شوف الإله الحقيقي يعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته وقال له أنا عرفتهم اسمك ونقول له في الوداس أعطيتني علم معرفتك الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقي عشان كده العالم كله رد مرة أخرى اللي معرفت الآب حالة واحدة سيدنا لما يفكر ولولا لحظات إزاي ممكن الفشل الأنبياء كلهم منهم يوصلوا يقنعوا به الناس إنه المسيح يجي بمنتهى البساطة دي ونوره يشرق على الناس كلها ويعرفوا إليه حقيقي ده غريب واللي بقى برضه قدامه بحس إنه حاجة غريبة جدا الناس برضه عطشانة يعني كانوا وهم بيضلوا بيعبدوا أوثان لكن كانوا برضه بيمشوا وراء المسيح يمكن كانت حتى التعليم الخاطئة بتاعة اليهود أو التعصب بتاعهم كده خليهم يمشوا وراء المسيح عشان البساطة والروح الحلوة دي يسمعوا بالضبط يقول لك إن الناس بهتوا من تعليمهم بهتوا وبعدين لأنه كان يتكلم كمان له سلطان وليس كالكتبة يعني قوة المسيح في الشرح والكلام والبساطة والحنية بتاعته الطبطب على الناس جذبت الناس غير بقى الفلسفة اللي قاعدين فيه مسارح بيقولوا محاضرات والناس قاعدة حاسة أن هي حقيرة بالنسبة للكلة المسيح كان ينزل للناس وتطب عليه ويتعامل معهم المعاملة اليومية وفي نفس الوقت بيغير ثقافة الناس من جدرها سمعتم أنها قيرة للقدماء لا تقتل أما أنا فأقول لكم أحب أعدائكم باركوا لعنيكم مين قال الكلام ده؟ أين؟